العالم كله اليوم منشغلاً في كيفية إيجاد لقاح أو مصل أو علاج لواء كورونا لأنه وباء خطير ضد الإنسانية وضد الحياة وضد الألفة وضد التجمع بالمقابل كل القوى السياسية اليوم منهمكة ليلها مع نهارها سود علي تبحث عن مرشحاً يحقق لها استحقاقاتها ومغانمها ووجودها وحقها الانتخابي كما تسميه في ظل هذه الأزمات وفي ظل هذا التعثر وفي ظل هذا الإخفاق وفي ظل هذا الفساد كل اشتعبان للولد ليل مع نهار في الجانب الآخر أيضاً الشعب يبحث في خيارات صعبة ودقيقة وفي زمن صعب كيف يستطيع أن يعالج كورونا التي ظهرت فيه من عام 2003 لحد هذه اللحظة لأن كورونا بالعراق لا تشبه كورونا اليوم التي في العالم يمكن مستوى الإصابات في كورونا المستجد وهو الجيل السابع لا تساوي ذرة من كورونا التي نعاني منها وتعايشنا منها ما عدنا يمكن نحن وفيات بكورونا 80 تسعين مية ولكن مات لدينا ملايين من وباء كورونا من عام 2003 لحد الآن خطر يداهم هذا الشعب يأكل في جسده والقوى السياسية ما زالت منشغلة هذا المرشح الثالث إلى الآن متعثر متلك ليس لأنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية وأن يوديها ولكنه القوى السياسية تريد منه أن يرضخ في محرابها وأن يقدم لها ولاءات الطاعة وأن ينحني لها حتى يمر إن كان الحديث بالأمس سرا وتحت الطاولات أصبح الحديث اليوم علنا وتحديا أمام الناس والشعب ولذلك هم الذين يجبرون الناس في ظل هذا الوباء أن يعود الثوار من جديد كما خرجوا بالأمس في الناصرية واليوم بالديوانية ولذلك أن عدمت إلى صح التعبير الخيارات أمام هذه القوى في التعامل مع شعبها أن كانوا ينتمون إلى هذا الشعب شكرا للمشاهدة